كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تبادل برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أخلص تهانيه وأصدق تمنياته في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة داعيا الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام سلام وازدهار وأن تتحقق فيه الآمال والطموحات نحو مستقبل تصوده التنمية والرخاء لجميع شعوب الأمة الإسلامية كما بعث رئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلم مصر بالخارج ونقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وطلق رئيس السيسي برقيات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم له متمنين لمصرنا العزيزة مزيدا من الرفعة والرخاء